معانا الإسهام في الناتق المحلي الإجمالي كذلك المساعدة في تنويع مصادر الدخل إذن هنا معانا جانبين ركز عليهم الموضوع في تنوع القطاعات الاقتصادية التي تحدثنا عليها قبل شوية في قطاع السياحة قطاع الصناعات التحويلية كذلك أيضا في قطاع الثروة السمكية في قطاع التعدين فإذن معانا هذه القطاعات يعول عليها ويؤمل منها مستقبلا وينتظر من هذه القطاعات أن تسهم في الناتق المحلي الإجمالي طبعا الكتاب ما عطاكم تعريف للناتق المحلي الإجمالي فمن باب المعرفة الناتق المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمال السلع والخدمات إذن مؤشر اقتصادي هيقيس معانا القيمة النقدية لإجمال هذه السلع والخدمات التي أنتقت داخل حدود دولة ما وخلال أيضا فترة زمنية محددة قد تكون سنة أو نصف سنة هذا ما يعرف به الناتق المحلي الإجمالي إذن لما أربط مع النقطة الأولى نقلنا الإسهام في الناتق المحلي الإجمالي لما نستغل هذه القطاعات الاقتصادية بتنوعها المتباين فإذا أنا هنا أستطيع أن أرفع الناتق المحلي الإجمالي أو أزيد من قيمة الناتق المحلي الإجمالي الموجود لدينا في النقطة الأخرى المساعدة في تنويع مصادر الدخل المساعدة في تنويع مصادر الدخل نركز هنا على مسألة تنويع مصادر الدخل. هذا أيضا من القضايا الهامة جدا. أنا معاه هنا. تركيزنا على قطاع معين. مثلا كقطاع النفط. هذا اعتبر مؤثر. لأنه معنا فيه هناك انخفاض وصعود لأسعار النفط. فبذلك من الأمان الاقتصادي أن نلقي إلى تنويع القطاعات التي ترفض الاقتصاد الوطني باحتياجاته. سواء كانت على صعيد القيمة النقدية أو على صعيد أيضا توفير فرص العمل والتشغيل. فتنويع مصادر الدخل نحن معانا في القطاع النفطي. النفط والغاز. معانا أيضا القطاع غير النفطي. هذه هي تمثل في الزراعة. في الأسماك. كذلك أيضا في الصناعة. كذلك أيضا معانا في السياحة. فإذا مصادر الدخل. ننوع هذه مصادر الدخل على أساس أننا لا نركن على قطاع. ونترك قطاع آخر. فهذا معول عليه في سوق العمل والتشغيل. إذن الآن نحن تحدثنا في هذه الزاوية أو في هذه النقطة عن تنوع القطاعات الاقتصادية. رأيناها قبل قليل. سواء كانت على صعيد الصناعات التحويلية. التعدين. السياحة. الثروة السماكية. الخدمات اللوغستية. الخدمات اللوغستية نحن نتكلم عن سهولة تدفق السلع والبضاع. الخدمات اللوغستية تتضح بالمثال. فمثلا مطار مسقط الدولي خدمات اللوغستية. ميناء صحر الصناعي خدمات اللوغستية. ميناء صلالة خدمات اللوغستية. ميناء الدقوم خدمات اللوغستية. كذلك أيضا طريق الباطن السريع. طريق مسقط السريع. فكل هذه تعتبر خدمات اللوغستية. ننتقل إلى الخريطة الموجودة معنا في الكتاب المدرسي هذه الخريطة نجد أن هذه الخريطة هي أيضا ترتبط بالمعلومات التي ذكرناها قبل قليل فإذا هنا معنا نحن تناولنا القطاعات الاستثمارية الواعدة هذه القطاعات نريد أن نوزع لها مشاريع اقتصادية إذا نريد أن نوزع المشاريع الاقتصادية لأن عنوان الخريطة ستلاحظ أنه معنا المشاريع الاقتصادية في السلطنة موزع لقطاعات الاستثمارية إذا هنا معنا الخريطة ستجد أن على مساحة السلطنة وعلى امتداد لأراضي العمانية هناك مشاريع اقتصادية هذه المشاريع الاقتصادية فيها توزيع هذا توزيع على القطاعات الاستثمارية التي ذكرناها قبل قليل أعزائي الطلبة والطالبات في ذلك نتنمعنا الخريطة هذه فيها موقع عليها مشاريع اقتصادية تتبع أو تتوزع تحت قطاعات أساسية ورئيسية تكلمنا عنها قبل قليل وهنعيد مرة ثانية أيضا الحديث عنها لأنها موجودة معنا في الخريطة قبل أن نحلل هذه الخريطة نريد أن ننظر يا شاب لهذه الخريطة من عدة زوايا وكذلك أيضا من عدة جوانب الخريطة هذه ستتحدث عن مشاريع اقتصادية تتحدث عن قطاعات استثمارية ستتحدث عن المواقع التي وقعت فيها هذه المشاريع الاقتصادية فإذا هنا واضع الأسئلة على هذه الخريطة ممكن يسأل عن الولاية التي يوجد فيها المشروع ممكن يسأل عن المحافظة التي يوجد فيها المشروع كذلك أيضا ممكن يسأل عن مشاريع اقتصادية تتبع قطاع الصناعة التحويلية مشاريع اقتصادية تتبع الخدمات اللوجستية إذا هنا معنا ممكن يحول إلى خريطة ذهنية وخريطة مفاهيم هنلاحظ أن معنا أمثلة عليها في ما بعد إن شاء الله تعالى خلال حصتنا اليوم الآن نذهب إلى عمق الخريطة هنبدأ بمفتاح الخريطة معنا مفتاح الخريطة من الأشياء الرئيسية والمهمة فبذلك هنا هنتحدث في موضوع أول شيء مفتاح الخريطة مفتاح الخريطة سيوضح لنا نكبر هذا الجزئيين على أساس تلاحظها الجميع معنا قطاع السياحة والشكل الخاص به القطاعات الاستثمارية الواحدة التي قبل قليل تحدثنا عنها فقطاع السياحة يهمنا مثل ما قلنا الرمز أو الشكل الموجود له أيضا معنا قطاع التعدين كذلك قطاع الصناعات التحويلية قطاع أيضا معنا الخدمات اللوجستية وقطاع الثروة السمكية إذن معنا خمسة من القطاعات الاقتصادية التي سوف توزع وتندرج تحتها المشاريع الاقتصادية التي تم توزيعها في الخريطة فإذن هنا مهمة هذه القطاعات الصور الخاصة بها لأن هذه قد تحول إلى خريط خراءة ذهنية سنشوفها بعد قليل أيضا قد تحول إلى أسئلة مقالية يطلب أمثلة على كل قطاع من هذه القطاعات الأمثلة ما وردت في الدرس إلا من خلال الخريطة نرجع الآن للخريطة ونبدأ بشمال عمان فإذن هنا معنا في شمال عمان هنبدأ بمحافظة مسندم في محافظة مسندم هذه المحافظة هنجد هنا معنا مشروع محطة مشروع محطة مسندم للطاقة الكهربائية وكذلك أيضا مشروع محطة مسندم لمعالقة الغاز مشروع محطة مسندم ومشروع محطة للطاقة الكهربائية ولمعالقة الغاز الرمز الموضوع له هذا الرمز لما نرجع نترجم هذا الرمز من خلال مفتاح الخريطة هنلاحظ أن هذا الرمز يتبع الصناعات التحويلية إذن هذا يعتبر الآن مثالا من الأمثلة أو مثالين من الأمثلة الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية في نقطة أخرى أيضا مشروع محطة مسندم للطاقة الكهربائية أكد علينا أنها في ولاية بخاء هتلاحظ أن الولاية يتحدث عنها في ولاية بخاء في حين أن معالجة الغاز كذلك أيضا هنذكر أنها في نفس الولاية التي هي ولاية بخاء إذن الولاية أيضا مهمة قد يضعها واضع الاختبار في نهاية العام الدراسي هذا الدرس يذهب إلى امتحان نهاية العام الدراسي يا شاب قد يضعها على أسئلة على خريطة ويطلب منها هذه الولاية طبعا هنا الآن أنت وتتابع معاي بعد نهاية الحصة ترجع ليه الخريطة الموجودة في آخر الكتاب المدرسي نهاية الكتاب المدرسي وفي بداية الكتاب المدرسي خريطة لسلطنة عمان تتوزع فيها الولايات والمحافظات نؤكد على ولاية بخاء موقع هذه الولاية شاب موقع سهل جدا استخراجه من خلال الخرائط الموجودة معكم لكن ننتبه أن هذه الولايات قد تكون سؤال اختياري في الاختبار قد يستقرمها أيضا سؤال على الخريطة إذا انتهينا الآن من محافظة مسندم بالنسبة للمشاريع كانت ضمن قطاع الصناعات التحولية لما نذهب إلى الباطنة هنجد أن هنا معانا طريق الباطنة السريع وكذلك طريق الباطنة السريع لما نرجع للرمز الخاص بطريق الباطنة السريع هذا الرمز هنجد أنه لما نترقمه في مفتاح الخريطة هنجد أنه يتبع قطاع الخدمات اللوجستية إذن هنا طريق الباطنة السريع هو مثال على الخدمات اللوجستية نذهب إلى مشروع آخر يقع أيضا في الباطنة هذا المشروع الذي هو مجمع لواء للصناعات البلاستيكية مجمع لواء للصناعات البلاستيكية أخذ رمز آخر موجود معنا في المفتاح وهو الصناعات التحويلية إذن هذا الرموز يا شاب أبناء الطلبة وطالبات دبلوم التعليم العام هذا الرموز على الخريطة مهمة جدا جدا نعيرها أهمية لأنها تكشف لنا توزيع هذه المشاريع الاقتصادية على الخريطة كذلك أيضا معنا مشروع مدينة خزائن الاقتصادية نحن نمر أول شيء بسواحل السلطن وبعد ذلك نذهب للداخل إذن معنا مدينة خزائن الاقتصادية التي هي الواقعة فيه ولاية بركة لما نرجع للرمز الخاص بها نقول أن هذا الرمز أيضا يتبع قطاع الخدمات الليجستية مدينة خزائن الاقتصادية عبارة عن ميناء بري موقع لتجميع السلع والبضاع كذلك تقوم فيه بعض المشاريع أيضا الاستثمارية بعد ذلك نذهب إلى مطار مسقط الدولي مطار مسقط الدولي كنا عارفين هذا المطار مطار مسقط لما نلاحظ أيضا الرمز الخاص به الموجود معنا هذا الرمز يتبع أيضا الخدمات الليجستية فأيضا هذا يعتبر هو مثال على المشاريع الاقتصادية الواعدة في قطاع الخدمات الليجستية الذي يمثل أهمية أيضا للاقتصاد الوطني بعد ذلك أيضا في محافظة لا نزال في محافظة مسقط مدينة العرفان مدينة العرفان لما نسمع مدينة العرفان نذهب للرمز الخاص بمدينة العرفان هذا الرمز سيتبع قطاع السياحة وهنا المشروع الوحيد الموجود الآن على الخريطة طبعا في مشاريع سياحية أخرى لكن المشروع الموجود الآن على الخريطة هو كسياحي مشروع سياحي هو مدينة العرفان لا نزال في محافظة مسقط في مشاريع الاستزراع السمكي بولاية قريات هنا أيضا نركز على ولاية قريات هذه الولاية قد ترد في سؤال اختياري في الاختبار قد ترد على سؤال في الخريطة على خريطة سلطنة عمان فبذلك نرجع للخرائط الموجودة معنا في الكتاب سواء في بداية أو نهاية لسلطنة عمان ونحدد هذه الولايات أيضا أثناء مذاكرتنا للدرس سواء كان في الفترات الحالية أو في فترات الاقتراب من اختبار نهاية الفصل هذه الولايات أيضا نحن نذاكر نعيرها أهمية أي موقع ورد معنا في درس من الدروس لا بد أن نعيره أهمية لأن أسئلة الخرائط من الأسئلة المضمونة للاختبار بعد ذلك نذهب إلى طريق بيت بيت صور طريق بيت بيت صور إذن همتد بين ولايتين ولايتين بيت بيت وصور فهتلاحظ معنا يأخذ هذا الرمز اللي هو أيضا يتبع خدمات اللوغستية لا بد أن نرى بيت بيت ولا بد أن نرى صور أيضا على الخريطة بعد ذلك مصفات الدقم أيضا من المشاريع الاقتصادية الهامة للبلد مصفات الدقم لما نذهب للرمز الخاص بهذه المصفاة إذن لما نذهب لهذا الرمز هنجد أن هذا الرمز تعودنا عليه سابقا أنه يتبع الصناعات التحويلية موجودة معنا في مفتاح الخريطة بعد ذلك مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم ولا تدقم في محافظة الوسطى هنجد أنه أتى رمزها ضمن الخدمات اللوغستية على صعيد الحدد الخدمات اللوغستية مشاعر البنية الأساسية معاك ميناء الدقم يعتبر خدمات اللوغستية مطار الدقم خدمات اللوغستية فإذا نتنمع معنا مجموعة من المشاريع البنية الأساسية الموجودة في الدقم المشروع الآخر طريق سناو محوت الدقم أيضا هذا الطريق بين لما ننظر له هنجد أنه من مشاريع أيضا الخدمات اللوغستية أخيرا هنا لما نتكلم عن المشاريع التي ذكرها على الساحل يعني وأوردها في الخريطة على الساحل مشاريع أو مشروع صلالة ميثانون للأمونيا وأخذ أيضا رمز تعودنا عليه منذ بداية الحصة أو بداية شرح لهذا الموضوع اللي هو قطاع صناعات التحويلية صلالة في محاها الضفار أيضا لا بد أن نعين هذه الولاية على الخريطة نذهب إلى المشاريع الموجودة في داخل عمان من هذه المشاريع نذهب إلى البريمي شركة مزون للألبان بولاية السنينة كنا عارفين هذه الشركة توجد في ولاية السنينة أيضا لا بد من تحديد هذه الولاية والرمز الموجود معنا رمز عرفنا من البداية اللي هو يطبع الصناعات التحويلية بعد ذلك طريق السريع الجديد بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وفي انتظار اكتماله من القانب السعودي نجد أنه يتبع أيضا الخدمات اللوجستية بعد ذلك مشروع النماء للدواغن هذا المشروع تختص به ولاية عبري أيضا لا بد من تحديد ولاية عبري في محافظة الظاهر على الخريطة موقع سؤال اختياري وموقع سؤال كذلك أيضا على الخريطة أيضا المحافظة يا شاب لا نكتفي بالولايات يعني هنا الآن في الخريطة ذكرنا الولايات لكن واضع الاختبار قد يسأل عن المحافظة أنت طالب في جبلوم التعليم العام عزائي الطلب والطالبات موضوع هذا ليس بالصعب فبذلك لما نتطرق لولاية من الولايات لا بد من تحديد محافظتها بعد ذلك أيضا معنا مشروع التعدين النحاس في المضيبي أيضا ولاية المضيبي لا بد من تحديدها فتأخذ أن هذا المشروع يتبع قطاع التعدين يمكن هو الوحيد هنا معنا على الخريطة هذا المشروع المذكور طبعا في مشاريع أخرى للتعدين ولكن نركز على هذا المشروع من المشاريع أيضا الاقتصادية معنا طريق أدم ثمريت يمتد بين ولايتي أدم وثمريت لا بد من تحديد هذه الولايات أدم في الداخلية ومعنا ثمريت في محافظة الضفار إذن هذا بالنسبة للخريطة وما يظهر على هذه الخريطة من مشاريع اقتصادية موزعة على القطاعات موزعة على محافظات السلطنة موزعة على عدل من ولايات السلطنة فإذن هنا يا شاب هذه الخريطة لا بد هي ما صعبة نهائيا فقط عملية أننا نتطرق لجميع الزوايا البوارد على الخريطة سواء كانت هذه الزاوية تخص المشاريع الاقتصادية المندرقة تحت قطاعات استثمارية نحن معانا مشاريع ومعانا مشاريع اقتصادية ومعانا كذلك قطاعات استثمارية القطاعات الاستثمارية اتضحت من خلال الرموز التي وزعت على الخريطة والمشاريع الاقتصادية مسميات موجودة على الخريطة كذلك أيضا نتعامل مع الخريطة من خلال الولايات سواء كان كسؤال اختياري أو سؤال على الخرائط أيضا أن معنا قد يطلب مننا تصميم خريطة ذهنية في اقتبار نهاية العام الدراسي لمشاريع استثمارية في قطاع الصناعة التحويلية مشاريع استثمارية ومشاريع اقتصادية في قطاع السياحة في قطاع الخدمات اللوجستية وهكذا بعد ذلك يا شاب لا نزال حول فحو هذه الخريطة مثال على الوضع الذي أتحدث عنه هذه الخريطة ليست موجودة معاك في الكتاب تم اشتقاقها من خلال الخريطة التي تناولناها قبل قليل يا شاب فمعنا مشاريع اقتصادية هتلاحظ أننا نتحدث عن مشاريع اقتصادية تتبع قطاع الخدمات اللوجستية إذا مجموعة من المشاريع الاقتصادية موجودة في القطاع الخدمات اللوجستية فمثلا مدينة خزائن الاقتصادية معانا مطار مسقط الدولي خدمات اللوجستية طريق الباطن السريع خدمات اللوجستية طريق بيت بيتصور خدمات اللوجستية طريق أدم ثمريت خدمات اللوجستية ولو رجعنا للخريطة هنلاحظ أن هناك أيضا مشاريع اخرى مثلا طريق أدم ثمريت فإذا معانا مشاريع أخرى موجودة ضمن الخدمات اللوجستية هذا كمثال على سؤال قد يشتق من الخريطة فمعانا يعطينا خريطة ذهنية يحدث فيها نواقص ويطلب منك استكمال بمعنى يعني ممكن لا تجد مدينة خزائن موجودة فيطلب منك أنت الذي تقوم باستكمال هذه الخريطة فقد تكون الخريطة مبهمة مثال آخر على الخرائط الذهنية لهذه الخريطة ومترك الفاضي كنشاط مشاريع اقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية أنا أريد الآن من متابعيني طلبة وطالبات الدبلوم التعليم العام لما يلاحظ هذه الخريطة الذهنية مباشرة يذهب إلى الخريطة على أساس أن نستشف استكمال هذه الخريطة الذهنية هذه الخريطة الذهنية تقوم على عنصر من العناصر أنها يحتاج لمشاريع اقتصادية هذه المشاريع الاقتصادية في أي قطاع موجودة في قطاع الصناعات التحويلية واضع الخريطة تطرق لمشروعين فقط شركة مزون للألبان بولاية سنينة ومشروع النماء للدواجم بولاية عبري بقى محتاجين لثلاثة أمثلة طبعا الطالب لما يريد هذه الأمثلة والكتاب موجود معه يذهب مباشرة إلى الخريطة ويبحث عن بداية عن الرمز الخاص بقطاع الصناعات التحويلية أنا لما أنظر أن هذا هو الرمز الخاص بقطاع الصناعات التحويلية إذن معي هذا الرمز فإذن هنا معنا يقوم بتتبع هذا الرمز فمثلا في الصناعات التحويلية مشروع محطة مسندم للطاقة الكهربائية بولاية بخاء معاي مشروع محطة مسندم لمعالقة الغاز بولاية بخاء هذا كلها نستطيع إيرادها فيه أو استكمال الخريطة الذهنية بها كذلك أيضا معنا مجمع لواء للصناعات البلاستيكية مصفات الدكم فإذن معنا مجموعة من المشاريع التي من خلالها نستطيع استكمال الخريطة الذهنية التي تتضضح أمامنا الآن على الشاشة أنا أريدك تتصور هذا القانب على أساس اختبار نهاية العام الدراسي هذا الدرس هو ضمن هذا الاختبار فبذلك إذن معنا تصور هتلاحظ أن هذه المعلومة لا تقر في الكتاب في فقرات وإنما تم اشتقاقها من خلال الخريطة التي تم تحليلها قبل قليل فإذن الآن مرينا بمثالين على الخرائط الذهنية للخريطة طبعا هذه الخريطة خريطة سلطنة عمان التي يوزع عليها مثل ما يدخل أمامك في الشاشة توزيع معنا المشاريع الاقتصادية على كل من قطاع السياحة وقطاع التعدين وقطاع كذلك الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاستزراع السمكي إذن الآن خضينا الأمثلة على ذلك نذهب إلى أيضا نشاط يتبع الخريطة السابقة وهذا أيضا من الأمثلة التي نهتم بها أثناء عملنا أو اشتغالنا على الخريطة السابقة لسلطنة عمان ووضع الاختبار قد يورد خريطة سلطنة عمان ويورد بعض المشاريع التي وردت في الخريطة كمثال على ذلك وهناك أمثلة كثيرة أنت تستطيع أيضا أخذها من خلال الخريطة أمامك خريطة سلطنة عمان ندرسها جيدا ثم أقب عن الأسئلة هذه الخريطة خريطة صماء لسلطنة عمان الواضح على هذه الخريطة أنها موجودة مجموعة من الرموز الموجودة على الخريطة السؤال ألف طلب مننا في السؤال ألف استخرق من الخريطة الرمز الذي يشير إلى موقع إذا هنا معنا في عملية استخراج لرمز هذا الرمز يشير إلى موقع موقع ماذا؟ نشوف الأسئلة ننظر لهذه الأسئلة واحد مجمع لواء للصناعات البلاستيكية نحن نعرف أن مجمع لواء حتى من المسماء لواء في الباطنة في محافظة شمال الباطنة فإذا مباشرة الطالب والطالبة المطلع على خريطة سلطنة عمان يذهب نظره مباشرة إلى شمال الباطنة فيها رمز واحد هو الرمز دال إذا هنا الإقابة تكون دال في النقطة الثانية مشروع النماء للدواجن سبق أنت والذاكر تعرف أن مشروع النماء للدواجن موجود في عبري أذهب مباشرة إلى الظاهرة في محافظة الظاهرة الرمز موجود معي في الخريطة هذا هو الرمز طبعا ما مطلوب مني أن أعمل عليه أي شيء في الخريطة لكن أنا عرفت الرمز إذا أذهب للسؤال وأكتب الإقابة بعد ذلك مصفات الدقم من مسماها أنها مصفات الدقم إذن في ولاية الدقم فولاية الدقم في محافظة الوسطى أذهب مباشرة للخريطة إلى محافظة الوسطى هذه محافظة الوسطى الرمز فيها موجود جيم فإذن هنا معنا جيم هو رمز للموقع الذي يوجد فيه مصفات الدقم بقى معي النقطة الرابعة مشروع صلالة ميثانول للأمونيا مصمّة مشروع صلالة إذن مباشرة هذهب لمحافظة الظفار هذه هي المحافظة محافظة الظفار في جنوب سلطنة عمان هنجد أن رمز موجود هو الرمز ألف فإذن أنا أخذ معي الرمز ألف إقابة لأسوال هذا نوع من الأسئلة التي قد ترد بناء على الخريطة التي حللناها قبل قليل أبناء الطلب والطالبات سؤال آخر أيضا على الخريطة هذا هو السؤال ظلل على الخريطة المحافظة التي تضم مشروع شركة مزون للألبان هنا معنا إذن طالب من المحافظة أنا أثناء دراسته وتحليل الخريطة السابقة نعرف أن شركة مزون للألبان مقرها ولاية السنينة في محافظة لبريمي إذن مباشرة أذهب لمحافظة لبريمي وأقوم بتضليل هذه المحافظة أظللها ككل ما اكتفى بتضليل الولاية التي يوجد فيها لأنه طلب مني تضليل المحافظة فلما يطلب مني تضليل المحافظة إذن أنا أقوم بتضليل كل المحافظة الخاصة بموقع هذا المشروع قيس على ذلك أيضا المشاريع الأخرى الموجودة معنا في الخريطة أبناء الطلب والطالبات بعد ذلك هنذهب إلى آخر عنوان لنا في هذه الحصة اللي هو العنوان الثالث معنا هننتحدث في هذا العنوان عن جهود السلطنة للارتقاء بسوق العمل هنا سنرى الجهود والمساعي التي تبذلها السلطنة للرقي بسوق العمل هنبدأ مع الإقراءات التي اتخذتها السلطنة لمواكبة التطورات التي تطرع المنظومة الاقتصادية العالمية وتؤثر على سوق العمل هنا معنا ننتبه أنه نأخذ إقراءات تخص المنظومة الاقتصادية العالمية وفي أيضا إقراءات ومبادرات في الداخل موجودة يا شاب إذن هنا الآن هنا معنا حديثنا سيكون عن إقراءات هذه الإقراءات تم اتخاذها من قبل السلطنة هدفها مواكبة التطورات التي تطرع على المنظومة الاقتصادية العالمية وتؤثر على سوق العمل العماني هذه الإقراءات مهمة جدا في صعيد المنظومة الاقتصادية العالمية وتأثيرات على سوق العمل هتتمثل معنا في النقطة الأولى تحسين القوانين والسياسات والأنظمة إذن معنا واحد هيتمثل في تحسين القوانين والسياسات والأنظمة بما يتواكب مع المنظومة الاقتصادية العالمية والتطورات أيضا العالمية في النقطة الثانية هنتجه إلى تنمية وتدريب الموارد البشرية نحن نتعامل مع سوق متقدد سوق يحتاج إلى معارف يحتاج إلى تقنية وغيره فإذا لا بد من التنمية والتدريب للموارد البشرية للعنصر البشري الذي سوف يعمل سواء كان من ذكور أو الإناث في هذه القطاعات في النقطة الثالثة والأخيرة للإقراءات التي اتخذت هنذهب إلى تقليل الفقوة نحن معنا فقوة إذن نقلل هذه الفقوة ما بين السياسات والأنظمة من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى إذن تقليل الفقوة بين السياسات والأنظمة المعمول بها وما بين ما يتطلبه أيضا معنا سوق العمل وهذا لا يتأتى إلا من خلال دراسات لسوق العمل إحنا معنا سياسات وأنظمة تم اتخاذها إذن لا بد أن نقلل الفقوة ما بين هذه السياسات وما بين كذلك متطلبات سوق العمل وقد يصل إلى إلغاء هذه الفجوة كلما تمعنا في سوق العمل بعد ذلك نذهب إلى الإقراءات والمبادرات لتطوير سوق العمل إذن إقراءات ومبادرات اتخذت من قبل الحكومة لتطوير سوق العمل العمالي حتى تمثل النقطة الأولى في تطوير حزم حلول للقوى العاملة الوطنية في قطاع التنويع الاقتصاد المستادفة إذن هو يضع مجموعة من الحلول لقطاعات تنويع الاقتصاد المستادفة قطاعات تنويع الاقتصاد المستادفة قطاع التعدين قطاع السياحة كذلك أيضا معنا قطاع الصناعة التحولية قطاع الخدمات اللوجستية قطاع الاستزراع السمكي فهو يطور حزم من الحلول التي تؤدي للتنويع في النقطة الثانية وهذا حصل فعلا إنشاء المديرية العامة للتشغيل بوزارة العمل نحن الآن معنا وزارة العمل فوزارة العمل فيها مديرية خاصة بالتشغيل منوط بها موضوع التوظيف والتشغيل في النقطة الثالثة أو الإجراء والمبادرة الثالثة من قبل الحكومة هناك قعل القطاع الخاص أكثر قذبا للقوى العاملة الوطنية القطاع الخاص يا شاب الآن أتقول القطاع الخاص وين القطاع الحكومي؟ نجد دائما قطاع الحكومي محدودية في عمليات خلق فرص العمل والتوظيف إلا أن القطاع الخاص باعتبار أننا نتكلم عن قطاعات استثمارية قطاعات استثمارية منذ بداية الحصة تكلمنا عن السياحة التعدين استزراع سمكي كذلك أو الثروة السمكية الصناعات التحويلية خدمات لوجستية هذا يولد معنا مشاريع المفترضة يوما بعد يوم شهر بعد شهر معنا مشاريع يتم فتتاحها كلما افتتح مشروع كلما زادت معنا فرص التوظيف فبذلك هنا الحكومة تولاهتمام بيجعل هذا القطاع جاذب للقوة العاملة الوطنية من خلال معايير اشتراطات مزايا يتم تقديمها للقوة العاملة أو للمؤرد البشرية المتقهة للقطاع الخاص في النقطة الرابعة معنا البرنامج الوطني للتطوير القيادة من أجل تمكين لإدارات العمانية الوسطى والعلية في القطاع الخاص الآن من الأشياء التي يبحث فيها الإدارة العلية والإدارات الوسطى أو الوظائف العلية والوظائف الوسطى في القطاع الخاص سواء كان على صعيد مؤسسات القطاع الخاص في شركات مصانع مؤسسات قطاع خاص هنجد أن تلقي الحكومة نظرة أو تولي نظرها تجاه الوظائف العلية والوظائف الوسطى فهذا ليتم استغلال هذه الوظائف تم استحداث برنامج وطني للتطوير القيادة فهنا من خلال التنمية والتدريب وكذلك التعليم يتم هنا الاهتمام بهذه القوى البشرية التي هتصل يوم من الأيام إلى الإدارات العلية والوسطى في قطاع العمل هنجد هناك يا شاب أيضا على نهاية وقتنا كلمات مضيئة لصاحب القلال السلطان هيثم بن طارق المعظم في 23 فبراير من عام 2020 مهم التاريخ هذا يا شاب كما سنولي كل الاهتمام والرعاية والدعم لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل باعتبار وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني يستوجب استمرار تحسين بيئته في القطاع العام والخاص ومراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره وتبني نظم والسياسات عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب وتمكنهم من الانخراط في سوق العمل لضمان استقرارهم ومواكبة تطلعاتهم استكمال الأعمال بناء والتنمية في أسئلة هناك ما يسمى بتحليل النصوص تحليل النصوص أيضا هذا من الأشياء الوارد بالنسبة للاختبارات الاهتمام بالنصوص الوارد معنا فمثلا في خطاب جلالته هناك سؤال الأول فسر اهتمام جلال السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه بتطوير سوق العمل والتشغيل لما نرجع للخطاب أكد عليه أن اعتباره ركيزة أساسية من ركاز الاقتصاد الوطني هذه إقابة للسؤال الأول السؤال الثاني استنتق الإجراءات إذا نحن معنا في السؤال الثاني استنتق الإجراءات التي ركز عليها جلالته لتطوير سوق العمل والتشغيل في السلطنة هنقد منها تحسين واحد تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص اثنين مراقعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره ثلاثة تبني نظم وسياسات عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها في تحقيق الاستفادة القصوة من الوارد والخبرات والكفاءات في النقطة الرابعة استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب هذا إذن بالنسبة لتحليل النصوص معنا في الكتاب أيضا موضوع الذي هو التوظيف المصادر في التوظيف المصادر هناك معلومة هناك موجودة ودائما أنا أهتم بكل ما يارد من معلومات حتى لو كان في توظيف المصادر أو غيرها طالما المعلومة قابلة لأن يوضع فيها سؤال في الاختبار فتجد أن هناك في توظيف المصادر داخل الكتاب معه إنشاء وزارة العمل بالمرسوم السلطاني إذن معنا رقم المرسوم الخاص بإنشاء وزارة العمل مهم جدا يا شاب رقم المرسوم 89 على 2020 في الاختبار ممكن يقولنا العام الميلادي الذي أنشئت فيه وزارة العمل نعرف أنه عام 2020 سريعا على أساس أن نحن في نهايات الوقت نقطة أخيرة فقط نتحدث فيها اللي هو كأمثلة أيضا على التساؤلات التي ترد من خلال الخريطة نرجع لموضوع الخريطة هذا موضوع الخريطة قدمهم في سؤال اختياري مثلا المشروع الاقتصادي الذي توضح الصورة يندرج تحت قطاع لما نشوف نحن خضينا شركة مزون للألبان هذا الشركة تندرج تحت أي قطاع الشكل لما نرجع للخريطة نجده في الصناعات التحويلية في سؤال آخر أيضا شبيله المشروع الاقتصادي الذي توضح الصورة يندرج تحت قطاع لما أقرأ هنا وآجد مدينة العرفان لاحظ مخطط عامل مدينة العرفان خضينا أن هذا المشروع هو مشروع سياحي فإذا هو في قطاع السياحة هذا تعتبر نماذق لهذه التساؤلات في ختام حصتنا لهذا اليوم لكم أرق وأجمل الأمنيات بالتوفيق للجميع نتمنى أنها كانت حصة خفيفة تأضل عليكم إن شاء الله درس على الهواء مستمر معكم في شروحات أخرى وكذلك في مواد أخرى إلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة